اشتركوا في القناة الى ادنى مستوى له منذ اواء العام 2021 3% ولكنه لا يزال اعلى من هدف الاحتياط الفيدرالي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كان له تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد ولذلك من المتوقع ان يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي استمرار اتخاذ اجراءات لرفع الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لتحقيق الهدف المرجو واستقرار الاسعار والاقتصاد ويعارض البعض ان رقم التضخم الاساسي الذي يعكس الاسعار باستثناء اسعار الغذاء والطاقة ما زال مرتفعا واكثر عنادا ولذا يتوقعون ان يرفع بنك الاحتياط الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مائوية في اجتماعه شهر يوليو الحالي والسبب ان هذه الارتفاعات في اسعار الفائدة تستغرق وقتا لتنعكس بشكل كامل على الاقتصاد الاوسع تراجع التضخم الى حد ما ولا يزال الطريق طويلا نحن ملتزمون بخفض التضخم الى هدفنا البالغ اثنين بالماء والحفاظ على تباتي توقعات التضخم على المدى الطويل وقد يصحب ذلك بعد التراجع في ظروف سوق العمل ان استعادة استقرار الاسعار ضروري لتحقيق اقصى قدر من التوظيف واستقرار الاسعار على المدى الطويل واذا استمر التضخم في الانخفاض مع تباطئ الزيادات في الاسعار للسلع والخدمات قد يؤجل البنك المركزي رفعا اضافيا في اسعار الفائدة شهر سبتمبر المقبل بل وقد ترفع بيانات التضخم الايجابية الامال بان يحقق بنك الاحتياط الفيدرالي هبوطا ناعما تنخفض فيه زيادات الاسعار دون التسبب في ارتفاع معدل البطالة او حدوث ركود رحب المستثمرون في وولد ستريت بالاخبار المشجعة ممنعكس في ارتفاع اسعار الاسهم والسندات وكان المستثمرون يتطلعون بشغف الى نهاية زيادة اسعار الفائدة ليصبح المناخ مشجعا مرة اخرى على الاستثمار داليا الكومي تلفزيون دولة الكويت واشنطن